موسيقى الحادية عشرة مساء الثامنة بتوقيت جراناتشا منجز اكباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس سيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساسا متينا لتحديث الشامل للجهاز الإدارية وخلال اجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين أشار المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي وجه بانتقاء أكفاء العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها تفقد الرئيس عبد الفتح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية كما شملت جولة الرئيس السيسي كذلك المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي والمستشفى كما تفقد منطقة ملاعب التدريب والاستاذ الرياضي ونادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحضيق المركزية بالعاصمة الإدارية وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة للتنفيذ أجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصالين هاتفييني مع كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية وقائد ميليشيا الدعم السريع وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكارجية بأن الشكر أكد في اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وما أصفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء وتعريد أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة مناشدا بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء المصلحة الوطنية العليا كما أكد وزير الخارجية على أن مصر لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة وأن الشعب المصري يتألم مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة ناتيجة الاقتطال الدائر الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإجاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مشيرا إلى أن كافة الاتصالات وجهود الدبلوماسية التي تطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات وتستهدف مساعدة السودان في الخروب من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار تفقد عدد من ممثل المنظمات الدولية مع بري أرقين وقص للاطلاع على التسهيلات التي وفرتها مصر للوافدين من الأراضي السودانية من مختلف الجنسيات وتفقد الوفد إجراءات الدخول والخدمات التي تقدمها الدولة للعابرين ويضم الوفد ممثلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأجذية العالمية أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن حاجاتها هي وشركائها إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار لدعم النازحين من السودان حتى أكتوبر المقبل حيث سيغطي هذا التمويل بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان وأضافت المفوضية أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكا بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وأجمعات المجتمع المدنية في السياق حضر مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الوضع الإنساني في السودان مأساوي حيث يوجد نقص في الجذاء والماء والوقود إضافة إلى محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً حاداً أسعد القوات الروسية النطاق هجماتها على العاصمة الأوكرانية ومقاطعات أوديسا وميكولايف وخيرسون وزابوريجيا بعشرات المسيرات وأشارت الإدارة العسكرية لكييف إلى أنها قامت بتفعيل دفاعات الجوية وتعامل مع أهداف بسماء العاصمة مؤشرة إلى أن قوات الدفاع الجوية تتصدى لعدة أهداف كما دعت سكان كييف للبقاء في أماكن آمنة ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكثر نيوز من كلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من كلال كيو أر كود أو ظاهر على الشاشة شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة كنت معكم حبيب عمر وإلى اللقاء